أهلا بكم من جديد يوما بعد آخر يتكشف عمق وحجم الشراكة الروسية الصينية في كثيرا من المجالات وهذه المرة من بوابة اليورانيوم وصادراته فما الجديد في هذا الملف أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا صدرت ما يقرب من سبعة أضعاف كمية اليورانيوم عالية التخصيب إلى الصين خلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر ما يثير مخاوف من سباق تسلح نووي عالمي لأن هذه الزيادة قد تسمح للصين بمضاهات الترسانة النووية التي تنشرها الولايات المتحدة وروسيا حاليا وتأتي مساعي الصين لتوسيع أسلحتها الذرية في وقت تتعرض المعاهدة التي تحد من المخزونات الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا لخطر الانهيار في ظل الحرب على أوكرانيا لسيما بعدما علق رئيس بوتين العمل بها وفي شأن مماثل يتهم الجانب الروسي أوكرانيا باستراد مواد مشعة للموانئ التي تسيطر عليها بحجة صفقة الحبوب حيث تتهم موسكو دولا غربية بتسهيل هذه المهمة لدعم كيف في صناعة قنبلة قدرة لكن في المقابل تنفي الخارجية الأوكرانية هذه الاتهامات وتقول إن موسكو تعمل على دعاية مزيفة للتغطية على انتهاكاتها المستمرة على الأراضي الأوكرانية ألف الشحنات منها تنقل يوميا حول العالم ما قد يسبب خطر وقوع حوادث تنطوي على احتمال التعرض للإشعاعات نتحدث عن المواد المشعة فما المقصود بها؟ هي فئة من المواد الكيميائية تنقسم بمرور الزمن وينتج عن هذا الانقسام تحرير للطاقة وتحول المواد إلى مجموعة من الذرات تتألف مما يسمى البروتونات والإلكترونات والنيوترونات هناك ثلاثة أنواع شائعة للأشعة التي تطلقها العناصر عند انقسامها أولها أشعة ألفا ينتج عنها أكبر إطلاق للأجسام ومكونة من نيوترونين وبروتونين ثم ما يسمى أشعة بيتا وهي ناتج عن انطلاق إلكترون واحد ليصبح نيوترون في الذر بروتون وهي جسيمات أخف من جسيمات ألفا يمكنها اختراق المواد بعمق أكبر لدينا أيضا أشعة جاما وهذا لا ينتج عنها أي تحرير لجسيمات إنما يتم عند تحرير طاقة لدى النظائر الناتج عن ألفا وبيتا على الشكل أشعة جاما كما أنها قادرة على اختراق الأشياء بشكل أكبر وقد تلحق الذرر بالبشر قد يسفر حدوث حالة طوارف محطة من محطات طاقة نووية عن تسرب مواد مشعة إلى البيئة تترسب على الجلد أو الملابس أو عند استنشاق النويدات المشعة أو بلعها أو دخولها إلى مجرى الدم من خلال جرح مفتوح كما يمكن للإشعاع إذا تعد حدودا معينة أن يضعف وظائف الانسجة أو العضاء وأن يؤدي لأثار حادة مثل حمرار الجلد وفقدان الشعر والحروق الإشعاعية أو إصابة الإنسان بالسرطان مع مرور الوقت خلال عملية تخصيب اليورانيوم لا ينتج فقط اليورانيوم المخصب الذي يمر بمراحل معقدة وصولا إلى إنتاج قنبلة نووية إلى جانب ذلك تنتج كميات هائلة من اليورانيوم المستنفذ أو المنظب فما هو وما المخاطر الناجمة عنه؟ يصنف اليورانيوم المستنفذ بأنه نفايات الأسلحة والبرامج النووية المدنية السلمية لكنه من نفايات التي تدخل في واحدة من أثقل الصناعات العالمية الدفاعية بالنظر إلى خصائصه الكيميائية نجد أنها مماثلة لخصائص اليورانيوم المخصب فكلهما ينتجان أو ينتجان عن عملية التخصيب ذاتها بيد أن اليورانيوم المستنفذ يتسم بدرجة أقل من السمية الإشعاعية وكثافة أعلى بالأرقام من كل ثمانية أطنان من اليورانيوم يتم إنتاج طن واحد من اليورانيوم المخصب وسبعة أطنان من اليورانيوم المستنفذ ونظرا لكثافته العالية التي تعادل حوالي ضعف كثافة الرصاص يستخدم اليورانيوم المستنفذ هذا في أدخائر المصممة لاختراق الدروع أو لتعزيز المركبات العسكرية مثل الدبابات أو حتى أجهزة حفظ التوازن في الطائرات وفي السفن ولأن اليورانيوم المستنفذ مادة مشعة إلى الأبد فإن الحكومة الأمريكية مثلا تقدمه مجانا لمصانع الأسلحة نظرا لكونه من النفايات النووية التي يسهل التعامل معها فدرجة ذوابانه تنخفض عند أكثر من ألف ومائة درجة مئوية عند احتراقه يتحول إلى أجزاء دقيقة سامة ومشعة من أكسيد اليورانيوم تتطاير في الهواء لعدة أميال مكون من جزيئات دقيقة سامة ذات نشاط إشعاعي والأبحاث الخاصة بالجيش الأمريكي تقول أنه عندما تصدم هذه القذائف أهدافها فإن عشرة إلى سبعين بالمئة منها يتأكسد وإن معظم الأكسيد المنتج غير قابل للذوبان ذلك يعني أن استنشاقه يجعله عالقا بالرئتين لمدة طويلة وبالتالي فإن هذا يحمل مخاطر التسمم أو الإصابة بالسرطان نتيجة الإشعاع أعراض الإصابة بإشعاعه غير محددة فمنها ما يتعلق بالأعضاء مثل تغيرات في الجهاز التنفسي من سعال وضيق في التنفس وهناك أعراض أخرى يشعر بها مصابوء الكلة والجهاز البولي إلى جانب أعراض تصيب الكبد والعظام وجهاز المنع والآن أرحب بضيوفي لنتحدث أكثر إذن عن تصدير هذه الكميات من اليورانيوم عالي التخصيب من موسكو إلى الصين من الرياض ينضم إليه سيد إلهام لي الكاتب المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية مرحبا بك من موسكو الدكتور أليكسندر دوتشتاك باحث رئيسي في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة أهلا بك وينضم إليه أيضا عبر تطبيق زو من واشنطن السيد نورمان رول المسؤول السابق في وكالة التخبارات المركزية الأمريكية مرحبا وأهلا بك أبدأ معك سيد أليكسندر بداية ما أهداف موسكو من تصدير كل هذه الكميات من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين أولا نريد أن نعيد تشكيل هذا السؤال فما هو هدف وكالة بلومبرك في الكشف بهذه المعلومات أعتقد أن الوكالة الدولية قد حصلت على هذه المعلومات لصرف النظر عن وصول المواد الأشعية إلى أوكرانيا تختارة ما يسمى بصفقة الحبوب فإن روسيا وصينة دولتان لا سيادة وهناك تعاون وثيقة بينهما بالدافة لكونهما عدوين دائمين لمجلس الأمن للأمم المتحدة فلذلك التجارة بين الدولتين لا يجب على هذا الأمر أن يثير أي نوع من القلق فإن ليس حدين الدولتين من يقوم بالتسعيد ولكن الدول التي ترسل الأسلحة بالإضافة للمواد الإشعية إلى دولة الأوكرانية بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي تحافظ على الترسنات النووية في مختلف الدول الأوروبية وأيضا من فرنسا وبريطانيا التي قد تحافظ وتنشر هذه الأسلحة إلى الدول الأوروبية أعتقد أن هذا الخبر الذي تم نشره من قبل وكالة بلومبرك هو غتاءنا لوصول إلى أوكرانيا المواد الإشعية وهذه المواد من الممكنة استخدامها لإنشاء ما يسمى بقنبلة ذرية قادرة لأن أريزلينسكي سبق وكان يشير منذ سانتنا إلى إمكانية مصاعدة أوكرانيا في أن تصبح دولة نووية في تلك الفترة قبيل بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أوكرانيا كانت تحصل من الشركاء الغربيين الوسائل اللازمة للحماية من الإشعية آخر دكتور أليكسندر اسمح لي سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل بعد قليل اسمح لي أن أنتقل لضيفي يا سيد إلهام سيد إلهام الصين التي دائما ما تقول أنها لا تسعى إلى تطوير ترسنتها النووية إلا لأهداف سلمية ما حاجاتها اليوم إلى كل هذه الكمية من اليورانيوم على التخصيب من موسكو؟ نعم أولوشين شكرا جزيلا لدعوتكم الكريمة وهذا موضوع مهم ليس فقط للصين وبل أيضا للأمن وسلامة العالم في الحقيقة الصين لديها تاريخ طويل لاستخدام الطاقة النووية وبالإضافة إلى ذلك أريد أن أشير نقطة مهمة جدا فقبل الأزمة الأوكرانية كل من الصين والولايات المتحدة تشتري اليورانيوم من روسيا ففي الحقيقة هذا صفقة تجارية عادية وبالمقارنة مع ما قبل الأزمة الأوكرانية ففي الحقيقة روسيا بحاجة إلى زيادة تسير اليورانيوم أو المعادن الأخرى إلى الخارج لسد الحاجات لتمية الاقتصاد في الداخل وأيضا لدفع النفقات العسكرية للعملية العسكرية الخاصة في الأوكرانية وبالإضافة إلى ذلك أنا رجعت تقرير لوسائل الإعلام الأمريكية وأيضا للمعلومات من ما يسمى بالاستخبارات الأمريكية فوجدت المحطة ما يسمى بقاعدة النووية الصينية ولكن في الحقيقة أنا بحثت عن كل المعلومات فهذه في الحقيقة محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية يقع في منطقة فوجين في جنوب شرق الصين وفي الحقيقة هذه من أكبر محطات لتوليد الكهرباء لطاقة النووية وهذا يدل على رقبة الصين في ترقية الهيكلة الطاقية وبمعنى ذلك الصين تسعى إلى طاقة المتجددة وطاقة النظيفة وهذا تلبية عن حاجة العالم لتقليص الاستهلاك لطاقة التقليدية طاقة الفحم وطاقة الغاز لذلك ليس هناك مبالغة في هذه الموضوع ولكن أنا أتفق نوعا ما مع ضيفنا من موسكو لن نستبعد عن الأغراض وراء هذه المعلومات من قبل ما يسمى بالمقابرات الأمريكية يعني ممكن يكون هناك أغراض خلف هذا الكشف لا شك أن هناك علاقة بين المحطتين ولكن سنتحدث بالتفصيل عنها بعد قليل دكتور نورمان مرحبا بك من جديد ما رأيك؟ يعني اليوم الصين ترى أن هذه المعلومات فيها مبالغة كبيرة هذه التجارة لنقل هي صفقة عادية كما قال ضيفي سيد إلهام وأيضا هذه المحطة التي يتحدث عنها تقرير بلومبرغ هي محطة لتوليد الكهرباء وهي بالتالي تعمل على طاقة متجددة نظيفة ليس إلا ما رأيك؟ طبا مساءكم كان هناك الكثير من البروبغاندا التي استمعنا إليها الآن هذا المقال لا يقول أن هذه المادة سوف تستخدم لإنتاج السلاح النووي هو يتحدث فقط عن قلق معين لأن هذه الطاقة سوف تستخدم في مفاعل نادر من نوعه يستطيع أن ينتج مادة البلوتونيوم التي تستخدم للأسلحة النووية يمكن الاستخدام فقط لإنتاج الكهرباء ولكنه ليس من المفاعلات التي تستخدمها الدول عادة لهذا الغرض وهو قادر على إنتاج خمسين سلاحا في السنة بمادة البلوتونيوم كما أنه يجب أن نذكر أنه منذ عام 2010 توقفت الصين عن الإبلاغ للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كميات المنتجة من البلوتونيوم لذلك هناك قلق في الولايات المتحدة لأن الصين توسع برنامجها وهذا واضح عبر الصور بواسطة الساتيلايت التجاري والآن بات لديها منشأة تبدو وكأنها تساعد في بناء برنامج للسلاح النووي هذا طبعا يتطلب المراقبة وسيرى العالم أين تتجه الأمور ولكن ما يمكن للصين أن تقوم به لتهدئة هذه المقالق هو أن تعلن عن مخزونها من البلوتونيوم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا سيهدئ هذا القلق طيب اسمحوا لي أن أعود لسيد إلهام أريد الرد سيد إلهام على كل هذه النقاط يعني فعلا التقرير يشير اليوم إلى مخاوف من أن تستخدم الصين هذه الكمية لإنتاج البلوتونيوم كما ذكر سيد نورمان وهو يستخدم بدوره في صناعة الأسلحة أي الرؤوس النووية ما رأيك وأيضا ما رأيك بأنه اليوم ربما على الصين فقط أن تعلن عن مخزونها من البلوتونيوم نعم هذا موضوع مهم ولكن لاحظت هناك مصطلحتين من ضيفنا من الولايات المتحدة يبدو وكأن هذه مصطلحت مستخدم من قبل الولايات المتحدة دائما ولكن هناك تعاون وثيقة بين الصين ووكالة الطاقة الذرية وأيضا المنظمات الدولية بشأن الطاقة النووية وحتى بشأن الأسلحة النووية وفي الحقيقة يعني الولايات المتحدة هي التي لازم أن تتحمل بالسيطرة على الأسلحة النووية يعني كما تفضلت كان هناك كثير من التحركات من قبل الولايات المتحدة وأيضا من قبل الجيش الأمريكي يعني ما يبدو خليني نستخدم هذا المصطلح يبدو أنه يعني يقوم بتسريب النفايات النووية إلى المصانع الأسلحة وبالإضافة إلى ذلك وأريد أن أشير إلى أن هناك نقطة مهمة جدا يعني الصين لديها تعهدات للمجتمع الدولي بأنه لن يستخدم الأسلحة النووية أولا قبل الطرف الثاني يعني يستخدم الأسلحة النووية ضد مسلحة الصينية وهذا التعهدات لم نشهدها من قبل الولايات المتحدة لذلك يعني الإجابة على سؤالك هناك يعني الحملة الإعلامية أو حملة استخباراتية تجاه الصين وأيضا تجاه العلاقات الصينية والروسية ولا يعني نستغرب عن ذلك دكتور أليساندر أعود لك يعني بالحديث عن هذه المفاعل النووية الصينية التي يقال أنه قادرة على إنتاج البلوتونيوم وربما هي بالفعل تتجه في هذا الاتجاه بغض النظر طبعا اليوم يعني الصين تنكر ذلك ولكن هل من مصلحة روسيا أن تطور حليفتها الصينية ترسانتها النووية في إطار يعني الاستفاف إلى جانبها في مقابل الغرب أو في مواجهة الغرب قد يؤدي ذلك أو قد لا يؤدي ذلك في مصلحة الصين والروسية هناك أولوية تطوير جميع المجالات للتجارة والعلاقات الثنائية فيدور الحديث عن التعاون فيما يتعلق بالطاقة النووية السلمية فمن الممكن قتل البشر بالسكاكين المطبخ هل يجب أن نتوقف عن إنتاجها السكاكين أعتقد أننا يجب أن نطرح الأسئلة لألطراف التي تتسأل حاليا بشأن هذه السفقة بين روسيا والصين لماذا تحتاج الصين إلى البلتونيوم فإن الولايات المتحدة وفقا لعدد من المعادات كانت يجب أن تتخلص من عدد من الترسانات النووية ولكننا لا نمتلك المعلومات بشأن التزام ووفاء الولايات المتحدة بهذه الالتزامات خلافا للاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية فإن روسيا الاتحادية قد تخلصت عن الكثير من الترسانات النووية العسكرية غير أننا لا نزال نرى هذه الاتحامات المتكررة من طرف واشنطن بشأن الأطراف التي لا تزال تطور التاقة النووية السلمية بتبيعة الحال سوف نستمر في تطوير المجالات التجارية بما في ذلك فيما يخص التاقة النووية لأن هذا أكثر أنواع التاقة صداقة للبيئة وأنا أيضا باعتقادي أن آفاق هذا التطور التجارية كبرى وعالية وفيما يتعلق بإمكانية استخدام هذا اليورانيوم أو إنتاج البلتونيوم هذا أمر وارد ولكننا أيضا يجب أن نضرح الأسئلة لوكالة بلومبرك فما مدى موثقية هذه المعلومات أن أحد الزملاء كان يتحدث عن إمكانية أو كان يعتمد على مصطلحات مثل يبدو أو من المهتمل ولكن مع مثل هذه المقربات نحن نرى هذه الحاملة من قبل الدول الغربية فمن دون الكشف عن الأدلة يعتمدون على مثل هذه المصطلحات الإحتمالية بغاية توجيه سبيل الاتهامات ولكن لماذا لا تنزعج الولايات المتحدة بشأن وصول المواد الإشعية إلى الأراضي الأوكرانية الأمر الذي قد يتم استخدامه لإنشاء مولتين قادرة هذه نقطة سنتحدث عنها بعد قليل بعد الفاصل دكتور أليكسندر نعم نعم دكتور أليكسندر وسيد نورمان أنتما بقيان معي لنتحدث أكثر بالتفصيل عن الحديث عن النووي الأوكراني وأيضا دور الاتحاد الأوروبي والغربي في هذا الأمر والاتهامات الروسية وأشكر أسيد الهاملي الكاتب المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية سعدت جدا بوجودك معنا شكرا جزيلا لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميرا شغازي